السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم. بصراحة كان فيه مطش جميل جدا 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 دلوقتي. مطش الاتحاد والجونة. ما يتخيرش عن مطش زد والبلدية. بصراحة مطش جامد جدا جدا. والدور بدأ يبقى فيه متوشة حلوة جدا جدا جدا. المقاولين اتغلب من سموحها اتنين واحد وزدت عادل اه تلاتة تلاتة. والنهاردة لسه منتهي دلوقتي مطش الاتحاد السكنداري والجونة اتنين اتنين. ان شاء الله فارقه وسراميكا كله بطرة الساعة سبعة. ان شاء الله دوري ممتع وكويس باذن الله. بعد اذنوكو لايكو شيري يا جماعة. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. بعد اذنوكو لايك عشان لايك هو اللي بينشر الفيديو. عودة مرتضة منصور. انا هتطلقه على الغلاف عودة مرتضة منصور. طبعا انا هتطلقه عودة مرتضة منصور يا عم وهم بينتخبوا وعملين انتخابات. لا عودة مرتضة منصور مش عودة مرتضة منصور في شخصه. عودة مرتضة منصور في الناس اللي ده اللي جوه النادي صورة كربون من الاستاذ مرتضة منصور. كله لقي ان شخصية الاستاذ مرتضة منصور هي اللي كان بتاكل مع الجماهير وعمل له شعبية عند الجماهير ومخوفة ده وعملة ده فكله خلاص عايز يمشي ع المنهج ده. كابتن هسين لبيب. كابتن احمد سليمان. اه كابتن هشام النصر. ولا الاستاذ هشام نصر. الاستاذ هاني شكري هو الوحيد اللي مختلف عنه مشوية. الاستاذ هاني شكري ده محدش يعرفه. في الفين واربعتاشر قدم استقالته من مجلس مرتضة منصور. ليه قدم استقالته من مجلس مرتضة منصور? لان قال لك ما ينفعش يبقى ده النموذج اللي يتفرجوا عليه شبابنا او اللي يتعلم منه شبابنا او اللي الزمال كوية يمشوا بالمنهج اللي الراجل ده يمشي به. وراح مقدم استقالته. فبعد الاستاذ مرتضة منصور ما تعزل وابعد عن الرياضة. فالراجل ده بدأ يخش نادي الزمالك تاني. صورة الكربون بقى بتاعة الاستاذ مرتضة منصور الكابتن حسين لبيب. الكابتن حسين لبيب اول ما الجمهور نخشه بتعرف مسك الحديدة ووقف في النادي وقال لك احنا هنوريهم الزمالك الرجالة. يعمل التصريحات دي ده انت راجل حتى دبلوماسي كده وراجل شياكة كده وبتاع مفروض يبقى تحاول تغير تحاول تدي انطباع غير ان انت بتنطف نفس العربية وهي هي بيب 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 وشكرا على كده. كابتن احمد سليمان طلع يقول لك ازاي الزمالك يستبعد من كاس السوبر. هتولي ليحة تبعد الزمالك من كاس السوبر. يا كابتن احمد اقرأ اللايحة وبعدين ما ينفعش انت تقول كده ده انت كنت عنصر في منتخب مصر في اقدارة منتخب مصر لما خاره تلت بطولات متتالية. فانت راجل فاهم ودارس يعني ما ينفعش انت تقول الكلام ده. فما تعمش مع العيمة وتركب اي سلام وخلاص. هات اللايحة واقرأ وشوف الجواب اللي اتبعت من الاتحاد للاهلي. والاهلي رد عليه بايه? هتعرف ان الزمالك مالوش حق انه يشترك في البطولة دي. كل الناس بتقولك ان البطولة دي بطولة مستحداثة والاهلي قال مش هلعب فيها. لا يا باشا البطولة دي مش مستحداثة. ده الكاس السوبر الاربعتاشر. المكمل للكاس قبل كده. يكون بعشرين فرقة. لكن ده كاس السوبر الاربعتاشر. بين بطل الدوري وبطل الكاس. كن بقى ان الرعاء عايزين يكبروا الموضوع شوية وخلوا بدل الفرقتين اربع فرق دي حاجة تانية. لكن هي هي نفس اللايحة وهو هو نفس كاس السوبر يا كابتن احمد يا سلمان. اعتذار حسام عشور. اعتذار حسام عشور يعني انا شايفه ان ده شيء عادي جدا. واحد عرف غلطته واعتذر والموضوع كله في ايد الكابتن الخطيب. والكابتن الخطيب من اكتر الناس اللي بتحب حسام عشور على فكرة. لان يا جماعة شئنا ام قبينا حسام عشور تاريخ في نادي الاهل. ما حدش يقدر ينكر ده. تاريخ. رجل واخد تسعة وتلاتين ولا اربعين بطولة في النادي الاهل. فحسام عشور غلط? اه غلط. الوقت ما كانش مزبوط اللي هو كان بيتكلم فيه. اه ما كانش مزبوط. كان الكابتن محمود الخطيب ابن ابنته تعبان وهو كان تعبان وكان مسافر برا وكان كورونا وكان بتاعه. بس اللي عايز اوضحه يا جماعة ان كان فيه تعابين وشياطين عمالة في ودنه حسام عشور. فانتو برضو كن هو غلط? اه غلط. بس غلط حسام عشور مش الغلط مش من الكبائر يعني. معايا? احنا دخلنا امام عشور اللي غلط فرموز الاهلي كلهم النادي وبقى نجمة من نجوم الاهلي والجمهير كلها دلوقتي حوالين امام عشور وبتدعمه. ليه? لانه خلاص دخل النادي الاهلي. كن ان حسام عشور ده رأيي. بتكلمش عن حد ده رأيي انا. كن ان حسام عشور اعتذر للكابتن محمود الخطيب. انا من رأيي ان الكابتن محمود الخطيب اهلا وسهلا يا حسام ويخش بيته النادي الاهلي. ويشوف هيعمل ايه ويمارس مهام. حسام عشور كدر مهم وراجل ليه تاريخ. وزي ما الاهلي هيفيد حسام عشور? حسام عشور هيفيد الاهلي. فالموضوع ده كله فيدي الكابتن محمود الخطيب مش عايزين نتكلم فيه كتير وما ندوهش اكبر من حجمه. هو الراجل طلع مع سيف زاهر امبارح انا اتفاجئت بيه. وتلاقيته بيعتذر. والراجل يعني كان نفضله دقيقة ويعاية يعني. فانا عن نفسي شايف ان ما نقساش على حسام عشور. ده كلامي لجماهير الاهلي. جماهير الاهلي يا جماعة بتحب النادي ولقها كله للنادي. معايا? اللي يحب الاهلي جمهور الاهلي يحبه. فالجمهور ولقه للنادي. بس جمهور الاهلي انا متأكد انه بيحبه حسام عشور. ليه? لانه حسام عشور ليه تاريخ في الاهلي. نقفل بقى الصفحة دي عشان ما نتكلمش فيها كتير. عسام عبدالفتاح. الكابتن عسام عبدالفتاح شوف طلو كده نبزة كده في الاعلام بيقول لك الحكام المصرية تسعين في المين منها ما معرفش حاجة. يعني ناس كتير قوي مش فاهمة في التحكيم. يعني ناس كتير قوي في مصر وفي الدور المصري دي مش فاهمة في التحكيم. طب بص يا سيد عصام انت اكتر واحد بتفهم في التحكيم. انت اكتر واحد ها? امرت بالاحتواء. انت اكتر واحد يعني الزمالك خد دوري ودوري وكاس برعاية عصام عبدالفتاح. برعاية الاحتواء. كنت انت الرعي الرسمي لان الزمالك ياخد اتنين دوري وارا بعض. فانت ما تطلعش تتكلم عالتحكيم والبتاع لان انت من افشل الفشلين في التحكيم. ممكن ما تبقاش من افشل الفشلين بس ممكن تبقى موجه. وده الاكيد ان انت موجه. بعد اذنك يا جماعة لايك وشير لو سمعت. انت موجه. لو مش موجه اطلع اقول للناس على الهواء المكالمات اللي كانت بتبقى من بعد الساعة اتنشر بالليل بينك وبين مرتضى منصور كنت بتقولوا البعض ايه? اطلع على الهواء كده وصارح الناس كده وقول لهم انا كنت بتكلم معاه في واحد اتنين ثلاثة. لما كنت بتشكيله ها? ان الحكام بتقول عليك ايه? لما انت بتساند الزمالك وبتعرض للزمالك. كانت الحكام اللي انت مسؤول عنهم بيقولوا عليك ايه? فهو ده كان الملخص يا جماعة. وبشكركم جدا. وياريت لايك وشير واللي ما اشتركش في القناة اشترك ويفعل زر الجرس. السلام عليكم.